مرحبا يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع رجعنا لكم بالحلقة الرابعة من أسئلة وأجوبة الأسئلة كتيرة ومرة ثانية بحكي أنا مش مستشار هجرة أنا كل هذا الموضوع جاتني أسئلة بعداد ضخمة ما قدرت أجاوب عليها كتابة فحاولت أحضر عليها عشان ما أجاوبكو وأكسب فيكو للأسف إثم أعطيكم معلومات غلط الأسئلة اللي عرفت أجاوب عليها حطيتها بهذه الفيديوهات فإذا عندكو أي أسئلة أو عندي غلط أنا بعتذر استشيروا مستشار هجرة قانوني بعطيكم الجواب الشافي والكافي أو ادخلوا على موقع الهجرة وطلعوا أكثر يعني ممكن تلاقوا أجوبة أفضل من ما عندي لكن إن شاء الله نكسب فيهم الأجر والعافية سؤالنا هون ما هي أفضل مقاطعة للدراسة بشكل عام كل مقاطعة إلى حسنات وكل جامعة في كندا إلى حسنات في جامعات مقاطعة كيبيك من المقاطعات اللي كثير مهمة في الدراسة لأنه فيها جامعات رخيصة فيها جامعات بالدرس بالانجليزي فيها جامعات بالدرس بالفرنسي باقي المقاطعات كلها بالدرس بالانجليزي إلا نيو برونزويك فيها بايلينجول أنتاريو فيها جامعات بالدرس بالفرنسي الأسعار في أنتاريو وبرتش كولومبيا أغلى بشكل عام نيو برونزويك ونوفا سكوشيا الجامعات فيها أرخص بكثير في جامعات في أنتاريو رخيصة فأنا عملت فيديو كامل عن أرخص الجامعات وأفضل الجامعات ممكن تتابعون بعد وصول المهاجر لكندا هل الحكومة بتوفر له سكن عمل أو أي شيء؟ للأسف المهاجر لا توفر له الحكومة أي شيء لا عمل ولا سكن كله أنت بدك تدور عليه عشان هيك بنصح الجميع إذا عندك تعرف حدا تسأله كثير عن موضوع المدن إذا أعطاك أي نصائح تخذها بعين الاعتبار ادخل على مواقع زي كي جي جي عشان تشوف الأسعار في المدن أسعار الأجار بعدين صديقك اللي موجود في هالمدينة بنصحك في أي سبيرب أو في أي ضاحية بنضواحي المدينة ممكن تسكن اللي بتكون عائلية أكثر شيء طبعا أول ما تيجي لازم تستأجر يا فندق يا AirBnB بنصح في AirBnB لأنه بعطيك عادة بيت عفوا وبعطيك بيت والبيت هذا طبعا بتكون أكثر رياحتا وأرخص طبعا من الفنادر تخصها زعائلة بالنسبة للعمل هذا أصعب شيء للقادم الجديد معظم القادمين جديد جدد بيستغلوا بأعمال بسموهم سيرفايفل جوبز مثلا غاز ستيشن كوفي شوب وريفر إلى أن يثبتوا قدامهم ويأخذوا خبرة ويعرفوا شو الموضع وبتقدموا مش عيب الشغل الشغل حلال مدام حلال وبتصرف على أولادك فهو شيء جيد الآن زي ما حكينا اللاجئين الجيين عن طريق الدولة فقط مش اللي عن طريق وكالة كفالة اللاجئين عن طريق الدولة بتأمنهم الدولة أول سبوع سبعين سكن وبعدها لازم يلاقوا سكن هم أو هم بلاقولهم سكن طبعا الحكومة تساعدك أنك تنجح بطرق غير مباشرة في كتير أسوشييييشن وورغنيزييشن للقادمين تجدوا اسمهم ستلمنت ايجنسيز في كل مدينة تقريبا المدن الصغيرة لا أو القرى بس المدن الكبيرة كلها فيها ايجنسيز وهاي بتساعدك تحضر لك سي في والكفرلاتر وبتعمل لك مقابلات بتساعدك تجد عمل بتعلمك كيف تسوي سيرج فهاي كلها هي بتكفلها الحكومة أو بتساعدها الحكومة انها تقدم هاي الخدمات هل شهادة الخبرة تكفي ام محتاج تسجيلها في الشهر العقاري لا مش مطلوب توثيقها لا في شهر العقاري ولا في اي مكان ما هو نظام الهجرة في كندا طبعا زي ما حكينا نظام الهجرة في كندا في نظام الهجرة للسكيلد ووركرز أو العمال في نظام الهجرة لرجال العمال في لم الشمل أو الأسرة وفي اللجوء بنقسم الى نظام فدرالي ومقاطعات وكيبيك لحالها ما هي ميزات كندا وكيبيك طبعا كتير في حسنات لكندا في فيديوهين اللي كاملين عن حسنات كندا اعتقد هو السؤال وما الفرق بين باقي المقاطعات كيبيك كيبيك أو بشكل عام كندا خلينا نحكي عنها من الدول الصناعية السبعة وهي تحت التاج البريطاني لكنها تتمتع بالحكم الذاتي حكمها مستقل كندا دولة جميلة جدا استثمار فيها رائع الناس فيها طيبين فيها تعدد ثقافة بتتعلم كتير شغلات كيبيك كيبيك مقاطعة ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان هي المقاطعة الوحيد الناطقة باللغة الفرنسية فقط اللغة الرسمية فيها فرنسية لكن كثير منهم بتكلم باللغة الإنجليزية لكن كل شي رسمي غاد فرنسي فيه كثير عرب خاصة من دول المغرب العربي لانه بتكلم بالفرنسي ومنطقة جميلة جدا ممكن يعني العاصم شيربروك كلها لحسنات سيئة السؤال اللي بعد هو ما هو شكل الحياة في كندا طبعا يمكن إذا أنا فهم من السؤال ما بعرف إذا صح أو لا الحياة في كندا يعني متنوعة فيها الناطقين باللغة الفرنسية الناطقين باللغة الإنجليزية فيها من كل جنسيات العالم في المنطقة اللي احنا ساكنينها في حوالي 120 جنسية حسب الإحصائيات الحياة جميلة بالشتاء برد 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 بالصيف حلو كتير عنا أربع فصول فصل الشتاء هو أطول فصل ما أعرف ما أحكي لكم طيب هل توجد جالية إسلامية في كندا هل توجد مدارس إسلامية نعم هناك جالية إسلامية كبيرة في كندا في حوالي 2% من عدد السكان مسلمين 2 مليون مسلمين بشكل عام ينقل الاندونيوسيين والباكستان والهند والبنغال كلهم هدول والعرب بتنتشر معظمهم بنتشر في المدن الكبيرة اللي هي كالغاري تورونتو مساساقة مونتريال كيباك سيتي أدمنتون وفانكوفر في مدارس إسلامية وفي مساجد كثير في مدينة أوتو في حوالي 10-12 مسجد إلى حد الآن المدارس الإسلامية بتنقسم إلى نوعين في مدارس بسموها مدارس الويكند اللي هم يوم تسبت أول أحد بتدرس اللغة العربية والدين وفي مدارس بتكون مدارس خاصة بتكون نظامها إسلامي هاي المدارس بتدفع حوالي من 400 إلى 600 دولار بالشهر على الطفل الواحد حسب المدرسة وبتكون دائما عليها طلب كبير ماذا لو واجه ملفي مشكلة طيب مش السؤال صعب كتير شو المشكلة اللي واجهها انت ما حتعرف لو واجه مشكلة ولا لا الأوفيسر زهولة حيطلب منك ملفات زيادة بشكل عام صعب أجاوب على هذا السؤال المسؤول عن ملفك في وزارة الهجرة هو الوحيد اللي بيقرر هل ملفك أوكي انه يستمر أو لا واذا انت عندك مستشار هجرة أو مكتب محامة هو بساعدك في الموضوع هل يشترض أن أكون مؤمن في العمل معظم الشركات الكندية لما بتشتغل فيها بتعملك تأمين خارج عن تأمين الحكومة بشمل الأسنان والعيون معظم الشركات مش كلها حسب إذا كان فول تايم أو لا ما هي المؤهلات المطلوبة حكينا اللغة يكون شهدتك كافية ويكون عندك تخصص مطلوب وخبرة هذه أهم الشغلات المطلوبة الخبرة لازم تكون أقل عام واحد كيف أتقدم وأنا حاصل على تجارة أو صناية ممكن تكون شهدتك مطلوبة وخبرتك مطلوبة فممكن تتقدم المهم تكون حاصل على عدد الدرجات وما تطلعوا بس على شغلة معينة لازم تكون عندك محصلة الدرجات تكفي العمر اللغة الزوجة ممكن تكملك لأقارب درست في كندا وعملت في كندا كل هاي الأمور ممكن تساعدك أنا معي دبلوم ولكن زوجتي معها شهادة جامعية فمن منا يتقدم طبعا في موقع الهجرة الكندي اللي هو CIC في طريقة انك تفحص هل مين إذا إنت إليجبال ولا لا وبعطيك آخر شي عدد النقاط اللي انت حصلت عليها فأول شي بتسوي ملف إليك وتحط زوجتك معك مرافقة بعدين بتسوي ملف لزوجتك بتحط حالك مرافق وبتشوف مين ملف أقوى وبتقدم عن طريقه هذا الجزء الرابع نخليكم معنا في الحلقة القادمة نحكي معكم عن الجزء الخامس عن أسئلة وأجوبة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد